مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة تستقر الأجواء يومي الأحد والاثنين مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية نراحظ أن المنقفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال اليومين الماضيين بدأ يتحرك أصبح الآن يتمركز شمال شرق سوريا ويستمر بحركته باتجاه الشمال الشرقي ليتمركز شمال شرق العراق وبالتالي يخف تأثيره على المملكة تدريجيا وبالتالي هناك استقرار على الأحوال الجوية يومي الأحد والاثنين مع ظهور بعض السحب وهناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها وبالتالي الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا أيضا يخشى من تشكل الضباب وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح في كثير من الأماكن أما الأحوال الجوية المتوقعة غدا الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا العظمى 15 والصغرى 12 درجة مئوية الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة تقترب تقريبا من معدلاتها لكن تبقى الأجواء تميل إلى البرود قليلا في النهار لكنها باردة نسبيا بالليل الصغرى العظمى 17 والصغرى 12 أحب أشير هنا إلى أن المملكة ستتأثر يومي الأحد والاثنين برياح شرقية هذا يزيد من الشعور والإحساس بالبرود رغم الارتفاع القليل على درجات الحرارة الثلاثة انخفاض قليل على درجات الحرارة حالة من عدم الاستقرار الجوي تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة هناك فرصة لسقوط زخات رادية من المطر في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وبالتالي نحذر في المناطق الجنوبية والشرقية من حدوث بعض العواصف الرادية أحيانا خاصة في فترة ما بعد الظهر هذه هي تقريبا الأحوال الجوية المتوقعة استقرار على الأجواء ارتفاع قليل مع رياح شرقية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري